زي ما حضراتكم شايفين ربما عندما أعلن الاسم كانت هناك عاصفة من الهجوم على الموديل الفني الجديد ثم روايدا روايدا كما هي عادتنا بتهدأ العاصفة وابتدي العقل والمنطق يتدخل في الحوار ويمكن بعض من هؤلاء النقاط طبعا محترمين جدا كان قابل هذا الاختيار بعاصفة من النقد الشديد ثم تعدل الحوار مرة أخرى وده أمر طبيعي جدا خلينا أقول أنه كسيفي ما فيه شك أنه هو موسي فيه قوي عشان نكون صراحة لم يعمل في المنطقة العربية ولم يعمل في المنطقة الإفريقية وإذا أمر بيسهل جانب في التعامل ربما يغطي هذا الجانب بذكاؤه لأنه إذا كان المدير الفني عنده ذكاء كافي بيستوعب بسرعة جدا الطباع والعادات والتقاليد والأمصة والحكاية والرواية بيفهمها بسرعة لكن زي ما قال الأستاذ إهاب الخطيب المحترم لن تستطيع إطلاقا أن تحكم على أي كوتش إلا من خلال أداء المباريات لكن هو قال حاجة أنا مش موافق عليها بعد ستة أو سبعة مباريات لا ميتشو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك من الوهلة الأولى تشعر أن هناك مدير فني له بصمة ويمكن ميتشو لما قالوا اختيار ميتشو في هذا البرنامج في مساء الأنوار أنا طلعت وقلت مدرب عشر على عشر ليه لأن شفناه هو بيقود منتخب أغندا وكان منتخب أغندا أثناء قيادة ميتشو صعب للغاية وأداءه مبهر ومشكلة أن أنت تتقابل مع أغندا في وجود ميتشو وبالفعل تأكد هذا الأمر من أول طلل ميتشو تشعر أن هناك شكل جديد لنادي الزمالك حتى مباراة الأمس تحديدا الشوت الأول اللي كان ينتهي ثلاثة أربعة مستريح لو لا تقلق عماد السيد من جانب وسوق الحظ من جانب آخر وكان هناك يعني أقول إيه غارات غارات مكثفة على مرمى الاتحاد السكندري الحقيقة ومن ثم هذا هو مدرب اللي إحنا شفناه مبارح دي لمسة مدرب قديل وقدي إيه باب يشتغل مفيش عشر تيام يبقى إذن أنا مش هستنى ست سبع أسابيع أذكركم بأول مباراة لعبها النادي الأهلي مع كارتيرون كانت أمام الإسماعيلي وكت أنا بعلق على هذه المباراة أمام الإسماعيلي وأنا كنت بعلق عليها في هذه المباراة لما كنت في قناة بيراميدز وأول جملة أنا قلتها في منتصف الشوت التاني قلت هذا المدرب ليس بحجم النادي الأهلي وقد كان من أول مباراة لعبها كارتيرون أمام النادي الإسماعيلي وأنا معلق على هذه المباراة قلت الكلمتين دون لأنه بيبان مدرب اللي عنده شخصية فنية بيبان فورا شغله على أرض الملع وقلت يوميها قبلها بالليل قلت غدا هو الاختبار الحقيقي لكارتيرون كان كارتيرون في هذا التوقيت وقد كان فبالنسبة للكوتش الجديد فيلر ده أتصور على فكرة ممكن جدا جدا كل الناس شايف أنه مش تمام ويكسر الدنيا وزي مادة مثال لمانويل جوزين مانويل جوزين أول سنة فشل ومشي ورجعوه وبعد كده حصد عشرين بطول فممكن جدا الراجل ده اللي عليه كل الهجوم ده يطلع هو المصباح السحري بتاع النادي الأهل والد جدا لكن مش مكسب دون أداء وهو نفسه قال كده في كلمته لو خدت بالكم من كلمة رينيو بايلر قال أنا حريس أن أقدم نتائج مع كرة ممتعة وهنا كرة ممتعة مقصودش بيها كعوب وحكاية ولأ أقصد بيها أداء تكتيكي فني على أرض الملعب تشوف إزاي الأطراف بتتقدم ولما تتقدم الوينجات بتعمل إيه راس الحرب الكروسات بتاعته إيه بره منطقة الجزاء لعبة وسط الملعب اللي تحت رؤوس الحربة بيشتغلوا إزاي الديفندرز وتناول وتناغم الأداء ما بينهما إزاي التغطية العكسية وهكذا التدريب يا جماعة مهنة مهنة كبيرة جدا مهنة مش سهلة مهنة كلها أفكار بس شخصية المدرب اللي يفرض أفكار وتكتيكاته على أرض الملعب لكن مش مدرب يروح يعمل تأسيمة ودومتم ده ما هوش مدرب على الإطلاق فخلاصة كلامي في هذه المنطقة ننتظر حتى نرى ونتمنى ونأمل بمنتهى المصدقية أن ينجح مع النادي الأهلي اللي نجاحه مع الأهلي ونجاح أيضا ميتشو مع الزمالك ده هيسري كرة القدم المصري لما دول بالذات أهل وزمالك بيبقوا عليين المنتخب بيبقى عالي ولما بيبقى معهم مدربين على ما تفرج بيبقى المنتخب زي ما انت شفتوه كده في الأونا الأخير ترجمة نانسي قنقر